اشتركوا في القناة اللي كانت منورة مصر اعتقد انه كان شيء رائع بنشكر عليه كل القائمين عليه انه يخرج بالمنظر المشرف لحضراتكم شفتوه فو ساديو مانيكا افضل لاعب افريقي في 2019 اكيد طبعا لقب مهم جدا بيضاف الى ساديو مانيكا لكن علامة الاستفهام الكبيرة واللي كنا تكلمنا عليها ان عدم وجود محمد صلاح في الحفلة بالنسبة لنا كان شيء محزن انه كان نفسنا كمصريين وان المطولة او الجايزة او الحفلة بتخان في مصر انه يكون موجود وسطه اهله وصحابه وحبيبه لكن خلاص حدث وعد على خير رياض محرض ايضا ما كانش موجود لكن الشو والشغل اللي كان معمول اعتقد انه هو يعني ما خلاش اي حد يتكلم على الحفل غير بكل شيء ايجابي اه حدث كتير جدا حصلت الاسبوع ده بالسوبر الاسباني شفناه كلنا بنظامه الجديد كنا متعودين ان بطل الكاس بيلاعب بطل الدوري في مباراة ذهاب وعودة اه الكاسبان فيها بمجموعة مطشين بيفوز بلقب السوبر تجمعهم قرعة الكاسبان مع الكاسبان في مباراة نهائي سوبر وده اللي حصل باشلونة خسر من اتلاتكو مدريد في مباراة كبيرة جدا الريال مدريد بيفوز على فالنسيا ايضا في مباراة كبيرة علشان اتلاتكو وريال والنهائي التاسع لزين الدين زيدان اللي بيكسبوا تسع نهائيات بتسع بطلات زين الدين زيدان مع مشواره مع كرة القدم لكن اكيد مباراة الريال واتلاتكو كانت ممتعة حتى لو امتدت الى رقلات الترجيح تشك ان كرة ممكن يكون جماهي ريال مدريد رضيت عليه شوية بعد المستوى اللي اظهروا بعد ما كان سبب في صد رقلات جزاء أتلاتكو مدريد واللي حسمت الامر بالنسبة لفريق ريال مدريد بيفوزوا باللقب السوبر لقب مهم الفريق الريال لقب معناوي لقب اعتقد انه هو يعني لقب كان مهم في وقت مهم لكن هنتكلم في اسم اسم ليه جانب سلبي واسم ليه جانب ايجابي فالفيردي هنشيل الاسم الاول وهنتكلم على اسم فالفيردي فالفيردي هو اسم موجود في واشلونة وموجود في ريال مدريد فالفيردي ريال مدريد مبارح نادرا لما بنشوف لاعب مطروض والجماهير تشيت بيه وده بيحصل قليل طبعا ذكاء اللاعب القدرة اللي موجودة عند اللاعب في اتخاذ القرار وده اللي اتخذوا لاعب فالفيردي لاعب ريال مدريد لما عرق المراتة عرقلة مفيش فيها غير حاجة واحدة بس كارتة احمر وده اللي الحاكم على طول ما ترددش ثانية انه هو طلع لكارتة الاحمر لكن في المقابل فالفيردي عمل ايه مع فريق ريال مدريد قبل المباراة ما تخلص بحوالي 9 دقايق قدام حضرتكم اللقطة على الشاشة قبل المباراة ما تخلص في ديئة 82 اعتقد قبل المباراة ما بتنتهي ب8 دقايق ومراتة كان رايح انفراد تماما او عفوا الشوط الاضافي الرابع عفوا ديها 116 انفراد تم لمراتة مراتة خلاص هو جول لكن فالفيردي بيقرر انه هو يعني يتدخل تدخل المحترفين فعلا اللي يطرد والجماهير تشيد به لكن طارد جاب بطولة كارتة احمر جاب بطولة وبالتالي بطل المباراة مباراة من وجهة نظر جماهير ريال مدريد هو فالفيردي لاعب الريال طبعا ده الحكم هنا وهو بيشهر البطاقة الحمراء في وجه فالفيردي لكن بعد ما فالفيردي طرد ريال مدريد اتجه لضربات الجزاء وفاز على أتلاتكم مدريد كمان في نفس الوقت اللي فالفيردي بيطرد فيه سبحان الله يعني سبحان المعز اللي يخلي فالفيردي هو أفضل لاعب في البطولة أن لاعب مطروط يكون سبب في فوز فريقه بركلات الجزاء بسبب أنه منع هدف يخش عن طريق مراتة لاعب أتلاتكم مدريد وأنه كمان يتكرم بجائزة أفضل لاعب في البطولة كلها في المطرين اللي تلاعبوا لريال مدريد في نفس الوقت دي يجي سوميوني واحد من المدربين اللي هيفضله من أعظم المدربين اللي موجودين حتى لو بيلعب بالحداشة اللاعب جوه منطية الجزاء راجل عنده فكر راجل عنده أسلوب راجل عنده استراتيجية في بناء هجماته أو في رص الدفاع المدربين دولة جماعة يعني بيتعبوا جامد جدا جدا علشان يوصلوا للكلام اللي أنا بقولها حضراتكم عليه جائزة فالفيردي لاعب ريال مدريد قدام حضراتكم بجائزة أفضل لاعب في البطولة في السعودية البلد العرب الشقيق اللي بنحترمها كلنا اللي فعلا نجحت باقتدار أن هي تنظم حدث كبير جدا جدا وهو إقامة أربع مطشاط لأربع فرق في الدوري أو تلات مطشاط عفوا ما بين أكبر أربع فرق في الدوري الأسباني على أرض السعودية على ملاعب السعودية بحضور جماهيري عربي 90% منه عربي خالص العشرة في المية كان لريال لبرشلونة لأتلاكو مدريد لفالينسيا لكن مش بالعدد الكبير اللي كانت موجودة به الجماهير العربية فالفيردي الإسم الثاني اللي موجود في برشلونة أنا بقول لكم علشان تاخدوها مني كلمة رسميا دلوقتي أو بالليل أو بكرة الصبح هتلاقوا على الموقع الرسمي لنادي برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي إقالة في الوقت الحالي لبرشلونة أحكي لحضراتكم القصة حصلت إزاي وليه إدارة برشلونة تاخذ القرار ده في التوقيت ده في موتش أتلاكو مدريد وبرشلونة في السعودية حصلت بعض الهتفات بعد خروج نادي برشلونة من المباراة النهائية حدثت بعض النداءات جو الملعب فالفيردي آوت في الوقت اللي كانت إدارة برشلونة يعني تابعت ده وشافت ده وشافت إنه فعلا فيه مشكلة في فالفيردي إنه ناس كلها مش مقتنعة به ومحدش أجمع عليه أبدا غير واحد بس هو رئيس نادي برشلونة رئيس نادي برشلونة بعد ما شارف الموقف وزق طبعا يعني اللي بيحصل في برشلونة نتائج متذبذبة جدا وحصلت بعض الدروبات في مشوار نادي برشلونة حصل تفكير في الأمر بدأ باجتماع النهاردة في مقر نادي برشلونة واتفقوا على إن كل واحد يرحل ونشوف الأمور المادية وسط تلفين وبالتالي إدارة برشلونة في الوقت الحالي تتفاوت مع ممثل فالفيردي أو الإيجنت الخاص بفالفيردي علشان يوصلوا معاه لرقم الرقم ده هو الشرط الجزائي لرحيل فالفيردي عن الفريق ورسميا بقول لكم على مسؤوليتي إن فالفيردي خارج برشلونة في الساعات القادمة لنادي برشلونة لكن يا ترى مين هو المدرب القادم؟ هل بوكتينيو المدرب الأسباني اللي تولى تدريد توتنهام اللي بالنسبة له إسبانيول حاجة جديرة جدا وإن هو لا يمكن يمسك برشلونة علشان وفاء وعهد لنادي إسبانيول وبالتالي ما تبقاش خيانة؟ ولا برشلونة هيستعين بكومن وكومن يتخلى عن المنتخب الهولندي قبل انطلاق اليورو القادمة كلنا قلنا إن ممكن يكون آخر فالفيردي يعني آخر موسم لفالفيردي عفوا وإن كومن ممكن يمسك من الأول لكن واضح إن فالفيردي جمهور برشلونة وإدارة برشلونة وغرف خلع الملابس في برشلونة ما حدش حابب فالفيردي ولا حد حابب إن فالفيردي يكمل لكن زي ما بقول لحضراتكم انتهى السوفر الأسباني بحلو ومروا إن ريال مدريد فاس باللقب مروا إن مدريد فالفيردي مشي من إدارة برشلونة الفنية وبرشلونة في انتظار الاسم الثالث ما قلتوش شافي هرناندس ما ننساش الاسم ده واحد من أعظم اللعيبة اللي جون في تاريخ برشلونة اللي أنا أعتقد بيمر بتجربة نجحة جدا في الخليج العربي علشان يكون أحد الأسماء المرشحة لقيادة برشلونة في الفترة اللي جاي الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كان فيه قمة لعبة مبارح ما بين اليوفنتس وروما روما واليوفنتس وقمة كبيرة جدا انتهت بفوز اليوفنتس 2-1 رونالدو أكيد كان موجود تقلق أحرز هدف اليوفنتس فريق كبير يوفنتس محتاج بس يكون عنده شوية ثبات في التشكيل أيضا يكون عنده شوية ثقة ببعض اللعيبة اللي موجودة علشان يقدروا ان هما يوصلوا للأهداف اللي هما عايزينها يا ترى ايه الأهداف معروفة لكل الناس الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لكن ما فيش شك طبعا أن الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه هو أكثر الدوريات مشاهدة ومتابعة للأحداث ودايما بنبقى حرصين أنه إحنا نوصل في الدوري الإنجليزي لكل الأخبار علشان نجومنا المصريين من أول محمد صلاح مرورا بمحمد النمني لمنتقل إلى الدوري توركي ومرورا بتريزيجي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وغيره من النجوم اللي إن شاء الله يكونوا موجودين خلال الفترة القادرة لكن ليفر بول في مباراة قوي جدا أمام The Special One جوزي مورينيو بيقدر أنه يفوز بهدف مقابل شيء علشان يستمر في الموسم الاستثنائي موسم بلا هزيمة لصالح فريق برشلونة لصالح فريق ليفر بول عفوا علشان كده بقول لحضراتكم بأن ليفر بول كل العوامل اللي موجودة لنادي برشلون اللي نادي ليفر بول عفوا مش عار برشلونة معلام عالي لكن ليفر بول عشان ما نخرجش برها كدهنا عايزين ليفر بول يتوقع بلقب الدوري علشان محمد صلاح ينجح في اللي كتير ما عرفوش يحققه خلال التلاتين سنة الأخيرة وأنه هو يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز علشان محمد صلاح يكون أول لاعب مصري يحقق لقب الدوري الإنجليزي ليفر بول بيفوز على طاطنا 1-0 بيفوز مهم جدا كالعادة ليفر بول فريق لا يقهر فنفس الوقت اللي بنتكلم فيه بنتكلم عن خسارة لستر سيتي من صاثامتون 2-1 وأكيد خسارة في صالح منشستر سيتي وفي صالح ليفر بول كان فيه فارق في النقاط ما بين ليستر سيتي ومنشستر سيتي ده اللي احنا هنتابعوا بعد ما نخلص مع حضراتكم فقرة الأخبار وفقرة الإنترو هنروح للجداول علشان نقول لحضراتكم فارق النقاط ويبقى قدام حضراتكم بالصوت وبالصورة السيتي وليستر بيقربوا من بعض كالعادة السيتي هيبقى دلوقتي فيه صراع مع ليفر بول هيحاول وإنه يعافر على إنه يوصل ليفر بول 14 نقطة فارق النقاط أعتقد أنه فارق كبير لكن ليفر بول دلوقتي بقى يلعب على الأرقام والإحصائيات يا تارى مين هياخد لقاب الهداف هل محمد صلاح وماني قادرين على ده ومعاهم فيرمينيو هل أليسون بيكر هينجح فيه خروجه في المباراة رقم 51 ليه مع نادي ليفر بول بعد ما خرج بـ 26 مباراة أو 27 مباراة clean sheet بنتكلم فيه إنه قدر يحافظ على نسبة أكتر من 50% من عدد مشاركاته مع نادي ليفر بول إنه يخرج من المباراة بدون إحراز أي أهدف بنتكلم على 37 مباراة بقى 38 مباراة صارح ليفر بول بدون هزيمة من أول تاريخ 3 يناير 2019 في آخر مباراة خسر فيها فريق ليفر بول أمام منتكريستر سيتي ودي آخر مباراة لليفر بول خسر فيها علشان كده ليفر بول عايز يحقق الرقم المسجل باسم نادي أرسنال في موسم 2003-2004 في الموسم البلا هزيمة 49 مباراة متتالية لنادي أرسنال في الدورة الإنجليزية على ملعبه خارج ملعبه بدون هزيمة علشان كده ليفر بول بيبص على الرقم رقم الثاني رقم يورجين كلاب يورجين كلاب وصل لخمسين مباراة على ملعب الأنفلد بدون هزيمة قلت لحضراتكم أن يورجين كلاب عايز يعادل الرقم ده طيب يعادله قدامه 13 مباراة تانية على ملعب الأنفلد عشان يعادل رقم ليفر بول اللي حققه في موسم 78 لموسم 80 بعد كده يبص على رقم مورينيو 86 مباراة على ستانفورد بريدش من 2004 إلى 2008 بدون هزيمة وبالتالي يورجين كلاب لازم يبص على الأرقام الشحصية بعد المجد الجماعي الجماعي الأول ثم الفرد يأتي بعد علشان كده بقول لحضراتكم أن الدورة الإنجليزية دورة قوي دورة هنتابع فيه يعني كل ما هو جديد لكن أبداً لا ننسى موسم 2019-2020 لما يورجين كلاب قتل المنافسة في الدورة الإنجليزية من أول الدور الأول وقبل انتهاءه ومع بداية الدور الثانية أعتقد أن ليفر بول يغرد منفرداً بدون منافس في اللقب على الدورة الإنجليزية لكن كل شيء وارد لكن في كتير من جميع ليفر بول معلقين خايفين ممكن يكونوا حاسين أن الدورة ممكن يدع منهم في أي وقت لكن ده إحساس طبيعي بعد غياب 30 سنة فوز بالدورة الإنجليزية علشان ليفر بول يعود إلى الأمجاد مرة أخرى ويعود إلى الانتصارات خليني بقى أتكلم مع حضراتكم شوية بالنتائج وبالأرقام فهتروح معكم دلوقتي لآخر الجوالات في الدوريات العالمية الإنجليزي الإيطالي والسوبر الأسباني أيضاً معنا فقرة الجرافيكس اللي حضراتكم دايماً بتبقوا متابعينها معنا معنا فقرة هنبدأ بيها فقرة النيو تالنت أو فقرة النجم الصاعد اللي كل أسبوع بدأنا نجيب لحضراتكم نجم نتكلم عليه لكن زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي دي أبرز النتائج الجولة السابقة في الدوريات الإنجليزي كريستال بلس بيتعادل واحد واحد مع أرسنال شيلسي بيفوز مع لامبرد أخيراً بيرجع تاني لسلسلة الانتصارات بعد الهزيم والتعادلات الأخيرة بتلت أهداف مقابل لشيء أمام بيرنلي قال يونايتد أشياطين الحمر 4-0 لدن نوروش سيتي نوروش سيتي يعني فريق للأسف صعب من دوري الدرجة الأولى للشامبينشيب للدوري الممتاز ما حدش حس به قلت الكلام ده يا جماعة من أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي لما خسر 4-0 أمام فريق ليفر بول وكنت يعني مراهن إن الفريق ده مش هيكمل لاستمراره مرة تانية في الدوري الإنجليزي والحمد لله إن أنا تلعت صح ما خسرتش كلامي اللي أنا قلته ونوروش سيتي خسر 4-0 من اليونيتد أو الشياطين الحمر لسه سيتي بيخسر 1-2 من ساو ثانتن الفريق العنيد الفريق اللي ليه بصمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أما توتنهام موتسبيرس وخسارة أمام فريق ليفر بول وجوزي مورينيو ما باليد حيلة غياب هاريكين وغياب سوسوكو أكيد أثروا بالسلب على خط وسط وخط هجوم نادي توتنهام لأنا أعتقد إن جوزي مورينيو قدامه الكتير علشان يوصل معاهم لنفس الإنجازات اللي حقاها بوكتينيو المدرب الأسباني المدرب الكوف اللي وصل بأقل إمكانيات لأعلى المنصات ليفر بول بيفوز 1-0 أما أستن فيلا بيخسر بنتيجة كبيرة جدا أمام منشستر سيتي 6-1 فيه تقلق كبير لأجواره بس الغريب يا جماعة إنه تخيلوا المدير الفني بيدرب فريق وتم توجيه سؤالي من أحد الصحفيين بعد ما لعبه تقلق وأحرز أهداف قال لي جواجولة بالحرف اللي هقول لحضراتكم عليه دلوقتي مين أفضل مهاجم مرنته هل هو أجواره فطبيعي جدا مدرب علشان يمشي حاله هيقول لهم إيه هيلوم آه هو أجواره علشان يرفع من معنوياته ويكمل معاه في سلسلة الفوائن اللي هو فيها أو هيرد رد مختلف وبالتالي يبقى مدرب مختلف من وجهة نظر الجاعين والإعلامين بعضهم مش كلهم وبالتالي الرد كان صادم بالنسبة لكل جمهور منشستر سيتي إن هم قال لهم ميسي هو أحسن لعب أنا مرنته في حياتي وهو بصراحة عنده حق ولازم أجواره يكون مقتنع بكده لو أي حاجة حصلت غير اللي أنا بقول لحضراتكم ده يبقى فيه حاجة غلطة إما عند سورجو أجواره أو جمهور منشستر سيتي يلا نكمل مع حضراتكم في الدوري الإنجليزي ونروح للجوالات القادمة يوم السابق 18 يناير واتفورد أمام توتنها موتسبيرس المباراة هكون ساعة 2 ونص بتوقيت القاهرة في نفس اليوم أرسنال عنده مباراة مهمة مع الصاعد من الشامفينشيب شيفلد يونيتد ساعة 5 أما الساعة 5 في نفس التوقيت منشستر سيتي مع كريستال بالاس ومباراة مهمة الساعة 5 ساعة 7 ونص وختام لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت نيو كاستر ينايتد أمام تشيلسي في الساعة السابعة والنصف يوم الحد مباراة القمة الفريق من ضم 3 فرق اللي محمد صلاح استعصى عليه في التسجيل هو منشستر ينايتد فريق من 3 فرق ركزوا حضراتكم 3 فرق محمد صلاح ما قدرش أنه يسجل فيهم منشستر ينايتد سوانزي سيتي الويلزي اللي بيشارك في الدوري الإنجليزي وشيفلد ينايتد 3 فرق دول محمد صلاح ما عارفش أنه يسجل فيهم وبالتالي فرصة ذهبية لليفر بول على ملعبه قدام جمهوره علشان محمد صلاح ينجح في إحراز هدف في الشباك دي خيه علشان يبقى إيه؟ يبقى واحد من أساطير الدوري الإنجليزي يبقى فعلاً أنه يسجل في كل الكبار في كل الشباك في كل الحراس محده شويف قدامه ونفضل ندعم محمد صلاح ونفضل نتكلم عليه بشكل كويس علشان هو ده فخر مصر وهو ده فخره كل من هو عربي وفخر من هو يحب أيضاً الكرة الأفريقية محمد صلاح واحد من نجوم مصر نتمنى له التوفيق في مباراة مهمة هتقرب ليبربول خطوات إلى لقب الدوري الإنجليزي نروح لقائمة الهدفين في الدوري الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 17 هدف أمريك أوبام يانج لاعب أرسنال 14 هدف ماركوس راشفورد لاعب منشستر يونيتد في المركز الثالث 14 هدف والمتقلق اللي بيتسحب واحدة واحدة علشان يوصل للقب الهدف داني إنجز لاعب ليبربول السابق ولاعب سارفانتون الحالي 14 هدف يتساوى مع راشفورد ويتساوى مع أوبام يانج أما سيرجيو أجوارو لاعب منشستر سيتي 13 هدف وتامي أبرهام لاعب تشيلسي 13 هدف يتساوى مع سيرجيو أجوارو نروح لجدول الترتيب علشان نوري حضراتكم بقى الشكل النهائي لأول خمس فرة في الدوري الإنجليزي قبل الجولة اللي جاية ونشوف في الحسبة هتبقى عاملة إزاي ريفر بول في الصدارة بواحد وستين نقطة طبعا عندهم لقاء مؤجل بسبب كأس العالم للأندية منشستر سيتي في المركز الثاني ب 47 نقطة بيتفوق على ليستر الخسارته الأخيرة خلته في المركز الثالث ب 45 نقطة أما تشيلسي في المركز الرابع ب 39 نقطة واليونيتد بيعود مجددا إلى النور 34 نقطة يعني احنا بتكلم عن تخيره حضراتكم جيس زمن اللي بتكلم فيه عن اليونيتد احنا عندنا يعني حد من الإخوة اللي موجودين في كونترول كتير بيشجع اليونيتد فأكيد منهم زعلانين علشان خطر اليونيتد في المركز الخامس ب 34 نقطة لكن إن شاء الله يعني اليونيتد يعود تاني من جديد لكن المباراة اللي جاية أكيد هنشجع كلنا ليفرابول مش عايزة كلام يلا نروح للدوري على إيطالي مش فيورنتينا واسبال نتائج الجولة السابقة في الدوري الإيطالي واحد سفل فيورنتينا روما واليوفنتس اتنين واحد ليوفنتس في مباراة مهمة جدا ومباراة كانت قمة في الدوري الإيطالي ميلا وأول مباراة لإبرا كادابرا زلطان إبراهيموفيتش الأسطورة صاحب الـ 38 سنة اللاعب السويدي يتقلق ويحرز الهدف الثاني لصالح ميلا في أول مباراة بيشارك فيها في الدوري الإيطالي أمام كالياري لاتسيو بيفوز واحد سفر على نابولي وأتالنتا بيتعادل إيجابياً واحد واحد مع انتر ميلا طيب تعالوا نروح للجولات القادمة في الدوري الإيطالي ونعرف مين هيلعب مين يوم السبت 18 يناير لاتسيو سامبتوريا ساعة 4 نابوليو فيورنتينا 10 إلا ربعة يوم الحد ميلا وعودنيزي الساعة 1.5 في البدري وليتشي وإنتر ميلا الساعة 4 يوم الحد أيضاً يوم الفنتيس وبرما الساعة 10 إلا ربعة أبرز الهدفين والقائمة في الدوري الإيطالي الأسطورة اللي هنتكلم عليه بالتفصيل اللي هنديله حقه تيرو اي موبيلي لاعب لاتسيو 20 هدف كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتس 14 هدف الأسطورة البرتغالية التي لا تقهر لوكاكو لاعب إنتر يتساوى مع رونالدو بـ 14 هدف وجلفاو لاعب كالياري 11 هدف عايز أقول لحضراتكم أن الدوري الإيطالي والدوري الأسباني دايماً الأسماء بتكون غريبة علينا علشان إحنا مش بنتابع غير الأندية الكبيرة يعني جلفاو لاعب كالياري لاعب جاب 11 هدف وما أعتقدش أن فيه حد كتير يعرف جلفاو يعني جواو بيديو جلفاو ده اسم الثلاثة زي ما حضراتكم شايفين ده عنده 11 هدف لويس موريال أعتقد أنه ممكن يكون البعض متابعه شوية وأنا ليه بقول كده مش بس علشان خاطر المتشاط اللي احنا بنتابعها في الدوري الإيطالي والإنجليزي كمان علشان اللعبة الشهيرة في العالم الفانتازي اللي كل الناس يعني بتعشقها وبتحبها جداً وبتلعب على طول عليها طول الوقت وبالتالي اختيارك للعيبة والنقط والفلوس اللي معاك وهتبدل مين ما كان مين ده بيعمل نوع من أنواع المعرفة لكل لعيب الدوري الإنجليزي لازم الليجة ولازم بالكالتشو يعملوا نفس اللعبة بالضبط علشان الكل يشارك فيها وتبقى فرصة كبيرة أن كل الجمهور في العالم يعرف اللعيب أخيراً لو طاروا مارتينيز لعب انتر عنده عشر أهداف يتساوى مع لويس موريال يعني هما موجودين طبعاً عشان هما بيعدلوا علي وهم عندهم حق الليجة والسيريا والكالتشو الفانتازي موجودة لكن مش بنفس بتكلم مش بنفس التقنيات ومش بتكلم بنفس اللي موجودة في اللعبة اللي موجودة في الفانتازي في الدوري الإنجليزي أنا عايزهم تبقى يبقوا بنفس الكفاءات علشان خاطر الناس تبقى عندها معرفة يعني فيه طبعاً فانتازي في دوري الأبطال ودي أفضل حاجة بعد دوري الإنجليزي لكن الطب هي الدوري الإنجليزي تعالوا نروح بقى لقائمة الترتيب يوفنتوس في المركز الأول 48 نقطة انتر نيلان 46 نقطة لاتسيو في المركز الثالث 42 نقطة أطلانتا في المركز الرابع 35 نقطة روما في المركز الخامس 35 نقطة نروح لصفر الأسباني ونصف النهائي فالنسيا وريال مادريد 31 للريال برشلونة بيخسر ثلاثة اتنين فيه مباراة فيها سوبر رومنتادا وريمونتادا يعني عالمية اللي برشلونة بيعملو في الناس بقى يتعمل فيه خلاص يعني دلوقتي الناس تقع برشلونة زعلانين مني ويقولوا انت يعني انت برشلناوي ولا ريالاوي قلوهم انا بشجع الكرة الحلوة وصوري هيري بتتكلم عني ده نهائي كأس السوبر الأسباني أتلاتكم مادريد وريال مادريد المباراة انتهت بالتعادل السلبي لكن رقلات الجزاء تيبو كورتوة بينقذ ريال مادريد من 3 ضربات جزاء والريال بينجح فيه فوز ب4 ضربات جزاء مقابل ضرب الجزاء لأتلاتكم مادريد طيب دلوقتي جيه وقتنا مع فقرة الجرافيكس الجرافيكس اللي بنتكلم فيها بالتفصيل عن كل ما هو جديد في عالم الكرة العالمية والبداية من الدوري الإنجليزي ونادي ليبربول مش هو البطل هنتكلم عليه في كل حلقة إلى حين إشعار آخر زي ما حضرتكم شايفين نادي ليبربول الإنجليزي وصل لنقطة رقم 104 خلال 38 مباراة على التوالي منشستر سيتي وصل لنفس العدد من الماتشاط 38 مباراة حقق 102 نقطة خلال عام 2018 تشلسي وصل لنفس عدد المباراة 38 نقطة هو كمان وحقق 102 نقطة خلال عام 2005 وبالتالي نادي ليبربول يتخطى منشستر سيتي وتشلسي في عدد النقاط خلال 38 مباراة على التوالي نتائج ليبربول ضد القبار في الدوري الإنجليزي لعب 8 ماتشاط فس في 7 اتعادل في مباراة لم يهزم سجل 18 واستقبل 7 أرسنال 3-1 تشلسي 2-1 ليستر سيتي 2-1 منشستر ينايتد 1-1 توتنهام 2-1 ومنشستر سيتي 3-1 وليستر سيتي 4-0 وتوتنهام آخر مباراة كانت 1-0 نادي ليبربول الإنجليزي يحصد النقطة رقم 61 خلال 21 مباراة أكبر رقم يصل إليه فريق في العالم خلال هذا العدد من المباريات طبعاً دي مقارنة للأندية اللي بتنافس فريق ليبربول في 21 مباراة ليبربول لعب 21 مباراة فاز 21 مباراة وعنده 61 نقطة بارني ميونيخ لعب 21 فاز في 19 تسعة وخمسين نقطة سيتي لعب 21 مباراة فاز في 19 تسعة وخمسين نقطة يفنتس 21 مباراة فاز في 19 تسعة وخمسين نقطة تلسي نفس الشيء 21 تسعة وخمسين باشلونة 21-18 تمانية وخمسين وبالتالي ليبربول يتفوق على البارن في موسم 2013-2014 على السيتي في موسم 2017-2018 مع يفنتس في موسم 2018-2019 وتشيلسي في موسم 2005-2006 وباشلونة مع كبير جورديولا ومع الفريق الذي لا يقر أو ما كانش حد أبداً يقدر أنه هو يقر هذا الفريق في موسم 2010-2011 نجم هذا الأسبوع هو روبرت فرمينيو من نادي ليبربول هنتكلم عليه بالتفصيل زي ما اتكلمنا على محمد صلاح وتكلمنا على ما نيه؟ لازم مدي الراجل ده حقه الراجل ده سبب فيه نقاط كثيرة جداً للصالح لدي ليبربول وبالتالي أرقام روبرت فرمينيو مع ليبربول في الدورة الإنجليزي الـ Premier League لعب 158 مباراة سجل فيهم 55 هدف وصنع 31 هدف بسم الله ما شاء الله أرقام كبيرة جداً بالنسبة لروبرت فرمينيو لعب مادي ليبربول عدد المواسل مع ليبربول 5 حقق الفوز في 101 مباراة حقق التعادل في 37 مباراة خسر في 20 مباراة وصوب على المرمى 387 تصويبة و 169 واحدة منهم ما بين القائمين والعرضة أخد أو حصل على سبع كروت صفراء 189 خطأ عمله روبرت فرمينيو و 59 مرة وقع فيه من صدد التسلل يعني زي ما حضرتكم شايفين ده جسم فرمينيو فإحنا عندنا 12 هدف أحرزه بالرأس 2 من ركلات جزاء 29 هدف بالقدم اليمنى و 13 بالقدم اليسرى ماشي ماركوس راشفورد أرقامه مع مانشستر ينايتد اللاعب صاحب المستقبل الكبير مع نادي مانشستر و مع المنتخب الإنجليزي وصل للمباراة رقم 200 مع الشراطين الحمر وهو عنده 22 مباراة سجل 64 هدف صنع 26 هدف وحقق أربع بطولات 200 مباراة لماركوس راشفورد تخيلوا حضراتكم لعب عنده 22 سنة بيوصل في الدولة الإنجليزي لمتين مباراة بيسجل فيهم الأرقام اللي حضراتكم شايفينها شكرا يا شادي أرقام ثلاثي منشستر ينايتد طبعا للشباب أو الشباب تلاتة شباب قدام حضراتكم خلال هذا الموسم راشفورد ومارتسيال وجرينوود جرينوود ومارتسيال وراشفورد طبعا راشفورد 30 مباراة سجل 19 هدف وصنع 5 أما مارتسيال 22 مباراة سجل 11 وصنع 3 أما جرينوود 26 مباراة 9 هدف وصنع هدفين نروح للأرقام والإحصائيات في دوري آخر وهو نجم هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي تشيروي مابلي لاعب لاتسي وأول لاعب يصل إلى تسجيل 20 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى وإحنا لسه في نص الموسم 19 مباراة سجل 20 هدف ليفندوسكي نجم البارن 17 مباراة سجل 19 وفيرنر 17 مباراة سجل 18 وفاردي 22 مباراة سجل 17 ولوكاكو 19 مباراة 14 هدف أقرب واحد ليهم هو أقرب واحد لإيمابلي عفواً هو جيمي فاردي اللي عنده 17 هدف لكن عدد ماتشوات إيمابلي أقل من فاردي لاتسيو 13 مباراة على التواري في الدوري دون خسارة 10 فوز متتالدة رقم قياسي وإيمابلي سجل في 13 مباراة 14 هدف لاتسيو 13 مباراة فاس في 11 تعادل في 2 ولم يهزم سجل 34 هدف واستقبل 13 هدف وزي ما حضركم شايفين جنوى 40 بولونيا 22 أطلانتا 33 فييرونتينا 21 تورينو 4-0 ميلان 2-1 ليتشي 4-2 ساسولو 2-1 أودنيزي 3-0 يوفنتس 3-1 كالياري 2-1 بريشيا 2-1 نابولي 1-0 انتر ميلان 12 مباراة على التوالي دون هزيمة لوكاكو 11 لوكاكو 11 هدف لوطار ومارتنيز 8 هدف لعب الانتر 12 مباراة فاس في 8 تعادل في 4 لم يهزم سجل 26 استقبل 12 وبالتالي انتر مع كونتي لا يقهر ساسولو 4-3 بارما 2-2 بريشيا 2-1 بولونيا 2-1 زيرونة 2-1 تورينو 3-0 سبال 2-1 روما 0-0 فييرونتينا 1-1 وجنوا 4-0 نابولي 3-1 أطلانتا 1-1 دياجو ديم لاعب وسط نادي لايبزيج الألماني النادي اللي متقلق جدا في الدوري الألماني موليد 21 نوفمبر 1991 وهو نابولي نجح انه يضم اللاعب في صفقة قيمتها 12 مليون دولار ودي أرقام ديم مع نادي بادربورن اللي لعب فيه في البداية في دوري الدرجة الأولى لعب معه 58 مباراة صنع 4 أهداف ولم يسجل أهداف مع نادي لايبزيج في الدوري الدرجة الأولى الألماني 105 مباراة سجل هدف وحيد وصنع 8 أهداف في دوري الأبطال لعب 9 ماتشات في الأوروبا ديك لعب 14 مباراة وفي كأس ألمانيا لعب 12 مباراة أفضل الثنائيات الهجومية في أوروبا من حيث تسجيل الأهداف دوري لاتسيو إيموبيلي وكوريا 28 هدف في بارن ميونيخ ليفاندوفسكي نجح أنه يسجل 25 هدف هو وفيليب كوتينيو وبرشلونا ميسي واسواريس 24 هدف وإنتر ميلا لوكاكو ومارتينيز 24 هدف وليس سيتي جيمي فاردي مع مادرسون أو مادرسون جيمس مادرسون كانت الخط مش واضح شوية لكن صححنا وقلنا لحضراتكم مادرسون لاعب لس سيتي طيب كده اعتقد ان احنا خلصنا مع حضراتكم الجرافيكس الخاصة به الدوريات اتمنى ان يكون الجرافيكس عارفنا لما ما حضراتكم اللي حضراتكم محتاجين تعرفوه المهم جدا في الدوريات العالمية والارقام والاحصائيات اللي اتقربنا اكتر من كل دوريات كل اسبوع بيكون معانا حلقة او كل يوم بيكون معانا في الحلقة فقرة عن نيو تالنت او موهبة صاعبة وهو واحد من نجوم الدولي الاسباني لاعب نيجيري لاعب عنده مستقبل كبير جدا جدا هنعرف ارقامه هنعرف احصائياته وبعديها هنشوف بالصوت وبالصورة الاحصائيات تترجم في ارض الواقع تعالوا نتابع الاول احصائيات اللاعب واقول لحضراتكم هو مين؟ دلوقتي هيتعرض قدام حضراتكم ساموال تشكويزي لاعب وسط فريق فيا ريال اللاعب النيجيري موليد 22 مايو 1999 عنده 20 سنة طوله 172 سنتي لاعب الدولي الاوروبي 9 مطشات سجل هدف في كأس ملك اسبانيا لاعب 3 مطشات سجل هدفهم تشكويزي خلال الموسم الماضي من الليجة لعب 26 مباراة سجل 5 اهداف وصنع هدفين خلال الموسم الحالي من الليجة لعب 18 مباراة سجل 3 اهداف وصنع هدف اعتقد بالنسبة بالنسبة زي ما حضراتكم يعني اكيد متابعين ده ساموال تشكويزي كان مرشح لجيزة افضل لاعب صاعد في افريقيا عفوا اللي فاز بيها الجايزة اشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونجم نادي بروسيا دورتمونت والمعار من ريال مدريد دلوقتي هنقول له او هنعرض لحضراتكم جزء من اهم اللمسات ساموال تشكويزي لاعب نادي فيا ريال لاعب النيجيري خلال مشواره على الكروي وهنرجع علشان نروح بعديها للفقر اللي حضراتكم متعودين عليها وهي نجم الاسبوع مع مفاجأة من العيار الثقي اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا معاكم ساموال تشكويزي لاعب نادي فيا ريال ولاعب المنتخب النيجيري والمرشح مع اشرف حكيمي لجائزة افضل لاعب صاعد فيا افريقيا واللي فاز بيها اشرف حكيمي دلوقتي جيه وقتنا مع الفقرة المميزة نجم الاسبوع نجم الاسبوع والنجم التاريخي هو واحد من نجوم البرتغال واحد من نجوم نادي بنفيكا اللي كتبوا التاريخ في اوروبا واللي تم تسميته الجوهرة الصمراء طبعا بنتكلم فيه تشبيبه ببليه لكنه نجم كبير جدا وايضا ممكن يعني نقارنه ونقارن مهاراته بالنجوم الكبار زي بليو زي مارادونا هنستمتع به بس قبل ما نروح نستمتع به ونتفرج على فيديوهاته تعالوا نشوف ارقامه مع كرة القدم ونشوف عظمته في الوقت اللي كانت كرة القدم بتتلاعب فيه من اجل الكرة وليست من اجل المال هو اوزيبيو دا سيلفا فريرا اوزيبيو في اتنين اوزيبيو طبعا زي ما حضراتكم معارفين دا اسمه بالكامل الفهد الاصمر موريد 25 يناير 1942 وتوفى في يوم 5 يناير 2014 تقلقوا لعب معظم حياته المهنية في نادي بنفيكا البرتغالي من موسم 1960 و1961 حتى موسم 74 و75 في الدوري لعب 301 مباراة سجل 317 هدف في الكاس لعب 61 مباراة متخيلين يا جماعة عن واحد لعب في الدوري 301 مباراة سجل فيها 317 هدف بنتكلم فيه الستينات والسبعينيات ايام ما فعلا يعني ما كانش فيه اي حاجة في الكورة غير اللي بيلعب عشان خاطر الكورة اللي بيلعب عشان خاطر بيحبوا الكورة في الموتورات الاوروبية لعب 75 مباراة سجل 57 هدف حصل على بطولة اندية اوروبا عام 62 حصل على 11 لقب في الدوري البرتغالي مع بنفيكا لعب 440 مباراة سجل 473 هدف ارقامه مع مختلف الاندية لعب 575 مباراة سجل 580 هدف مع المنتخب البرتغالي لعب 64 مباراة دهوله سجل 41 هدف يعني ده رونالدو زمانه ورونالدو الستينيات ورونالدو السبعينيات ما كانش حد ابدا يقدر ينافس اوزيبيو على ارقامه القياسية الفرق اللي لعب ليها سبورتينج المزنبيقي بنفيكا البرتغالي بوستن الامريكي مونتيري الكندي تورونتو ميترو الامريكي برامار البرتغالي لاس بيجس كويك سيلفر الامريكي يونياو البرتغالي نيوجيرسي الامريكي وبوفالو ستالينز الامريكي نرجع بقى على شام نروح ونستمتع بأهم لقطات زيبيو وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معنا ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد طبعا كل حالة بيبقى معنا جزء من اجزاء افضل ستين هدف في تاريخ اليويفا استعربنا مع حضراتكم خلال التلات حلقات اللي قبل كده تلات اجزاء من افضل ستين هدف دلوقتي جهما عدنا مع الجزء الرابع من افضل ستين هدف في الدوريات الاوروبية او افضل ستين هدف في تاريخ اوروبا ده جزء من الاجزاء الممتعة جدا اللي حضراتكم ان شاء الله هتستمتعوا به تعالوا نشوف سلسلة الرابعة من افضل ستين هدف في الدوريات الاوروبية بشكل عام ونرجع عشان نكمل مع حضراتكم خليكم معنا حسن الافضل في افريقيا كلنا تابعناها مع الاعلان بفوز مانيه اكيد كلنا كنا مبسوطين كلنا كنا فرحانين لكن كمان احناها من على المنصة لكن رد فاعل لقرية ساديو مانيه اللي طلع منها اكيد كان لهم رد فاعل مختلف تعالوا نتابع ونشوف ايه اللي حصل لما اعلن جاني انفنتينو عن فوز مانيه بافضل لها في افريقيا الفيديو اللي جاي معنا ده في شق كوميدي في الاول وفي شق فعلا عنده ارادة وعزيمة في الاول احنا هنتفاجأ كلنا نقول ان ازاي حارس المرنى عمل كده لكنه على طول بيصلح خطأه في واحدة من يعني اكتر الفيديوهات واكتر اللعبات اللي فيها ارادة وعزيمة ان الواحد يصحى خطأه وانه مهما الواحد غلط مفيش مشكلة ان هو ممكن يرجع ينصلح نفس الغلط ده علشان كده نشوف الفيديو اللي سميناه واللي كلنا اخترناه علشان يكون افضل صد فيه الاسبوع تعالوا نشوف ونتابعوا ونشوف ايه اللي حصل علشان احداثه شيقة جدا جدا كده انا عارفين انه ممكن الواحد او اللاعب يتحال على القانون علشان ياخد ضربة جزاء ويكون مبسوط جدا وفرحان انه هو مثل على الحكم والحكم عدى عليه الموضوع لكن تخيلوا حضراتكم لو حصل العكس ان اللاعب حصل ان ركلة الجزاء مش مستحقة يا ترى اللاعب هيسكت ولا ممكن يروح للحكم يقوله اه هي مش ضرب الجزاء لو انت ما كانوا هتعمل ايه تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي وكل واحد يحكم من وجهة نظر انا مش احكم علشان خاطر انا بره لتقييم تماما في منكم اللي حكمه قال برافو عليه في واحد تاني قال كان مفروض ان هو عادي يمشي مع الحكم وهو ضرب الجزاء لفريق لكن زي ما هما هم بيقولولي ولد كويس وطمرت فيل تربية طيب دايما اخف لعيبة دم في العالم اللاعبة اللي تلايها جوال ملعب بشدة نفسها كده ومتعصبه دايما بتاعت مشاكل لكن برا الملعب بيكون دمهم زي ما حضراتكم عارفين بيكون دمهم خفيف جدا جدا في كل المواقف اشهر اللاعبة اللي موجودة هو ديجو كوستا ديجو كوستا زي ما حضراتكم عارفينه بطبعه الحاد واسلوبه يعني اللي محدش بيتقبل جوال ملعب لكن برا الملعب هو شخصية كوميدية كرتونية يعني كل حاجة ممكن تقول عليها في الضحك وقول تعالوا نشوف بقى مواقف كوميدي لديجو كوستا الملاكم خارج الملعب وكل سماله بتفرجوا وبيصوروا وبيتحقوا تعالوا نتابع ونرجع علشان نكمل معها برد يهم موجودين معنا فيديوهين اليوم علاقة بالجانب المضيء الجانب الحلو في عالم كرة القدم وللنجم لينال ماسي دايما بيبقى بالأمثلة في النونسي متواضع جدا مع الأطفال وبالتالي كان ظهر مؤخرا مع أطفال يعني واضح أنه هو يعني عنده عقلية كبيرة جدا جدا وبيعرف أنه هو يتعامل كويس جدا مع كل الناس عمره مصد حد أو عمره ما كان سبب فيه أنه حد يزعل منه نفس الكلام لرونالدو علشان بس نحدث شيف تيكر أن احنا بنكلب مكاليم علشان كده هنعرض لحضراتكم ميسي وأنه زي يتعامل مع الأطفال بشكل فيه نجومية وشكل فيه رقي ونرجع علشان نختم بفيديو آخر أعتقد أن فيه جانب مضيء هو كمان لعبة كرة القدم إحدى ماتشات الدوري الإنجليزي الممتاز وزي ما حضراتكم عارفين اللقطة الأشهر لما الأطفال بينزلوا مع لعبي كرة القدم ومنهم كان باتريشيو حارس المرمة لعب ويلفرهامتن لما شاف الطفل اللي موجود بردان يطارة كان إيه رد فعله في الوقت اللي كان الطفل يعني لحاولة دي ولا قوة مش عارف حتى هيتكلم ونازل في الدوري الإنجليزي في شهر واحد بنص كوم فأكيد موقف رائع جدا ده كان وراء الكاميرات ما حدش جابه لكن دايما ما وراء الكاميرات في دوري الإنجليزي هو ده الحلو وهو ده الممتاز علشان كده منجيبه لحضراتكم تعال نشوف باتريشيو عمل ايه في موقف إنساني جدا 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 بيبين قد إيه أن لعبة كرة القدم هي أكثر من مجرد لعبة ناخد آخر فيديو وهو أحدث التدريبات في عالم حراسة المرمة حراسة المرمة دايما بيكون لهم تمرينات شاقة جدا جدا علشان كده جدنا نحضراتكم واحدة من أحدث التدريبات اللي موجودة ما بين اتنين حراس مرمة نشوفه ونتابع علشان نرجع على طول نختم مع أحباركم دين في واحد يعني بوكسو والحارس يصد والعكس الصحيح وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة اليوم من World Sports نشوفكم إن شاء الله يوم الاتنين القادم على ألف مليون خير في نفس المعاد الساعة تمانية ونص نشوفكم دايما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة